مرحبا اليوم سوف نصر من اسرار كوتش نيلو لحتى حافظت على منطقة بطنه جميله ومشدوده وخسر جميل كل اللي حابب انه يعمل هاي المنطقة هاي كيسمع النصيحة الدئوله بهاي طبعا اول شي واهم شي هو الرياضه هو النظام الغزائي المدروس نعرف شو عمناكل نبتعد قدر امكان عن المعجنات والمقليات والسكريات ماذا يعني السكريات ؟ يعني السكر الابيض اهم شي انه ابتعد عنه ونحاول نخفف من السكر الثاني كمان ما اكل السكريات في النهدي مسموح اخد سكريات ما اعتقد اوكي انا فيني اكل عشرين شبع عشرين ان اصير فواكب اليوم لا ضرورة انه احنا نخفف نسبة السكر بالجسم لانه الانسولين بساعد انه احنا نجوع اكتر وبيساعد على تهاكم الدهون اكتر بالجسم فاول شي انه الرياضة والنظام الغزائي المدروس بس كمان لحتى احنا نساعد الجسم انه يحرق اكتر ضرورة انه احنا ننظف السموم بالامعاء ونرفع مستوى الاستقلاب وخاصة ان تعفوا انتو منطقة البطن لحتى تروح فضرورة احنا ننظف السموم بقلب الامعاء ونعمل تنظيف للكولون وعطول يكون امعائن ضيفي والغازات ما يكون في غازات لحتى نحصل على البطن المسطحي اللي انا عم ترجيكم تمام فهي الشيء انا بعمله وكثير ضريف عن جد بتمنى انكم تعمله ورح اقول لكم كل شغلين شو انا بعمله ولو ليش انا بعمله اول شيء اول ما انت في ابكير خدم علاقة زيت زيتون طبعا ما في اداعي احكي لكم زيت زيتون قد يساعد على تطهير الامعاء وكمان اذا عندك مثلا امساك رح يساعد بالزيادة الميون المعويه تنظيف الجدار المعويه رائع حتى هو للسي اثبتت الدراسات مؤخرا انه رائع خبز هيك بتعبو معلقة صغيرة من زيت الزيتون يعني صغيرة اصدها هي معلقة تقطعو وبتشربيها تبريها دواء الا فكتر اعلم راح الا ما راح تقبلها تبريها دواء تبريها دواء تبريها دواء حطيها بحلق كاك وشربية تمام معلقة من زيت الزيتون ما نحطها على جهة بعدين نبدلش نعمل الخلطة يلي انا عم لكم عليها فالخلطة يا عزيزة هي بده تكون اول شيء رح نحط معلقة الكركم كركم لماذا اخترت الكركم؟ تعرفون الكركم؟ كركم هو توابل هملي لكن لماذا اخترت الكركم بهاي الخلطة بالذات؟ الكركم أثبت الدراسات انه يساعد مضاد الالتهابات الالتهابات رائعوهي، الالتهابات المنفاصلة والعزام حتى الالتهابات الامراء والمعدي حساسي او الالتهابات المعدي كثير يساعد انه يحارب هذه الاتهابات و يخفض مستوى الكوليسترول بالجسم و ينظم السكر بالدم و يساعد على اضرار الحليب فهو امن جدا للمردع فهي الخلطة احب لكم الوالدي الجديد في نتاخدها في صباح الريق ستساعد انه تروح منطقة البطن كمان بيصيد من العصارة المعوية اللي بتساعد على زيادة الاستقلاب و يساعد على زيادة مستوى الاستقلاب فجربوا و مع هالخلطة وعلى الجد ما رح تندمون سنجي بالكمون فالكمون اخرتها الكمون كمان رح نحط معلقة الكمون لانا وردي شط الخلطة على فكر ستذكرتكم احكي لكم الكمون غني عن التعريف طبعا يساعد انه الغازات تروح من الامعاء و كمان هو مضادات التهابات و يعني كثير بيساعد على انه الجهاز الهضمي بيرتاح و بيقتل الالتهابات بجهاز الهضمي يعني مريح جدا الجهاز الهضمي لانه لماذا اخذ لكم الخلطة على البطن؟ لانه هالخلطة كثير بتساعد على انه نخلط جهاز الهضمي نضيف مافي اتهابات مافي غازات وهذا المهم لحتى تروح منطقة البطن في كثير عالم تنحف بس هذا البطن كبير لانه جهاز الهضمي ما نضيف فهذه الخلطة كثير رح تساعد على طرح السموم من الجسم و خاصة منطقة الامعاء فحطينا معلقة كمون و نضيف فوق شوية مي المي بتمنى ان يكون دافئ طبعا الماء الدافئ احسن بكثير للجهاز الهضمي من الماء البارد فمشانك شايفين انا نضيفه من البويلر لانه الماء دافئ و الليمون الليمون غني عن التعريف الديهوية مضاد اكسديم الديهوية في بايتامنسي وشو بيعمل بالجسم وشو بيعمل بالبشرة طبعا انا عم بقلكن احد الفوائد اللي احنا عم نحكي عم نحكي عن التخصيص فانا عم بقلكن انه التخصيص هيك بيعمل السدقونية المكونات مو بس للتخصيص للكوليسترول للي عنده سكر حتى الام المرضع و بيساعد عبرها بحيط بالاضافة ان هو بيساعد هذا المشروب على قتل الالتهابات بالجسم مضاد الالتهابات فضيع و خاصة الالتهابات الرئوية فعفكرة انا نصبت بالكورونا كنت كل يوم اشرب كركم حبيت كركم و اشرب كركم لانه كثير يساعد على محاربة الالتهابات الرئوية فيه اكتر نصب ليموني او اكتر ما بعد حسب حجم الليمون اللي عندك فانا حاسي انه هاي كثير منيح نصب ليموني عصر احطه فوق كمان اوك طافت الكاسم و انحركم هلا انتبه شلون شايفين طلع هكي لونه الكركم لانه لونه اورنج بطلع مثل عصير البرتقان بطلع مثل عصير البرتقان بطلع مثل عصير البرتقان بالاضافي عالم عم تعلق تقول الخلطة ما بتعملش يا صبايا هذا كذب لا 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 حكيت لكم شو اهمية هاي الخلطة بالاضافي للرياضة والنزام فبتمنى ان تعجبكم جربوها ولا تنسوا تعابلوا لي لايك للفيديو وشير للفيديو اذا عجبتكم اذا حابين تحصلوا على بطن او حابي ان رفقتك تحصل على البطن المثالي والبطن المسطح والداني جديد وحابي ان تحصل على بطن المسطح والداني جديد اتمنى ان تنصح بهالخلطة هاي ولا تنسوا تعابلوا لي سبسكرايب للقناة سيتشو اسمه سبسكرايب للقناة وشكرا كتير لمتابعتكم شوفكم ان شاء الله بحلقات جديدة ونصائح جديدة باي باي